الإمام البخاري رأى في الرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم رأاه يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والإمام البخاري يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيرفع رجله والبخاري بيحط رجله هيك لازم تكون أنت سأل البخاري شو تفسير هذه الرؤية قالوا له أنت تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم أنت هيك نشوفك بالمنام ولازم نشوفك باليقظة يلي بيشوفك بيشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي بيشوفك بيشوف القرآن الكريم يلي بيشوفك بيشوف الإسلام وهناك يحب الإسلام ويعشق الإسلام ويلتزم الإسلام اندونيسيا أكبر بلد في التعداد الإسلامي اندونيسيا الذي أدخل الإسلام إليها التجار التجار المسلمون الذين ذهبوا إلى تلك البلاد حملوا معهم في أخلاقهم في أقوالهم في أفعالهم في تصرفاتهم حملوا القرآن الكريم حملوا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هالناس صارت تقول شو أنتم ما أنتم يقولون والله نحن مسلمون ما هذا الإسلام يقولون كيتا وكيتا وكيت أول واحد أسلام تاني واحد أسلام بعدين صاروا مئات الملايين أسلم اليوم يا أخوان اليوم في الصين عدد المسلمين في الصين يعد مئات الملايين من الذي أوصل ويوصل الإسلام إلى اليوم الحمد لله الحمد لله في من شبابنا من تجارنا من صناعنا من زرائنا من يحتاج إلى السفر إلى هناك حمل هم الرسالة وهو تمثل الدعوة الإسلامية فصار الصيني يقول له مين أنت شو أنت والله عم شوف شيء يعني لا أجده في مكان آخر والله أنا مسلم شو هذا الإسلام كيتا وكيتا وكيتا واليوم هؤلاء الشباب والنساء اللي عم بيسافروا يضطروا أو لم يضطروا بس مهم سافروا إلى بلاد الشرقية وغربية أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل أن تبلغوا هذا الدين تبلغوه في أعمالكم وأنفسكم وتبلغوه في ألسنتكم أن تبلغوا الناس حتى نحن اللي قاعدين هون أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر محرام يا أخوان كيف المسلم صار يشرب خمر؟ كيف؟ وهو من الكبائر كيف المسلم صار يشرب الخمر وهي أم الخبائف؟ كيف تفلت من يديك؟ لأن أباه لم يقل شيئاً وأخاه لم يقل شيئاً وجاره لم يقل شيئاً وربما هو رأى أشياء كمان غير جيدة في هؤلاء قال لك أنا لا أريد أن ألتزم بهذا الدين لذلك نحن كلنا مسؤولون يا أخوان أن نقرأ هذا القرآن الكريم رسالة من الله عز وجل ونفهم عن الله ما يريد ونعمل شكراً للمشاهدة